انا بقى واقف عندي ايه النهار ده؟ يعني ممكن اقول انه صلاح ما تظلمش يعني ممكن اقول انه صلاح ما تظلمش فيه اختيارات الافضل في العالم اللي فانو بسكي عامل ارقام مش طبعية بس بس انه ما يبقاش موجود في التشكيلة الافضل في زابست لعام 2021 ده كلام بصراحة مش منطقي وكلام فارغ ما ينفعش يحصل بصراحة يعني ما لهاش منطق ما ينفعش اصلا تكون انت ضمن افضل ثلاث لعبين في العالم وما تلاقيش نفسك موجود في التشكيلة بتاعت السنة مش منطق مع كامل احترام طبعا لكريستان ارنالدو واسطورة كريستان ارنالدو بس على اقل يعني كان ممكن ياخد مكان كريستان ارنالدو لما تبص على التشكيلة هقول لكم التشكيلة كان في حراسة المرمى في هذه التشكيلة جين لويجي دوناروما الحارس الايطالي الكبير وخط الدفاع فيه ديفيد ألابا وروبين دياز وليوناردو بونوتشي المدافع الايطالي الكبير في خط الواسط جورجينيو وانجولو كانتي وكيفين ديبراين في خط الهجوم كريستان ارنالدو وهالند وروبير لبندفسكي وليونيل ميسي بصراحة ظلم يعني دي بقى اللي بجد ظلم يعني انت حاطت ميسي ولمندفسكي في التشكيلة اول اتنين في التلاتة الافضل ومش حاطت محمد صلاح في حاجة غلط في حاجة مش مزبوطة في حاجة ما تنفعش تحصل يعني دي بصراحة ظلمة جدا دي ظلمة بشكل واضح ده بس بالنسبة للتشكيلة